تعد مقاطعة بود من اكبر مقاطعات ولاية جورغل حيث تضم تسع بلديات بكثافة سكانية تزيد على مئة الف نسمة وفي اطار دعم سياسة الدولة في مجال التحسين ولوج المواطنين الى حقوقهم المدنية وتحسيسهم حول معرفة القوانين المرتبطة بحقوق اللسان يتي اطلاق المرحلة الثانية من مشروع ترقية وتعزيز حقوق اللسان من خلال احماية المجموعات الهشة وولوجها الى العدالة والتي تشمل بلديات تيكوبرا وتارنقل وانجاجبن بهذه المناسبة نختار نقول بعلن نظرا للجهود اللي بذلت الدولة في ترقية وتعزيز حقوق الانسان من خلال ترسنة قانونية شاملة ومواكبة الطبقات الهشة وتسوية جميع القضايا اللي تتعلق بترقية حقوق الانسان تتنزل مجهود هذه المنظمة وتدخلها خاصة في المقاطعة وفي ذلت بلديات تعتبر محطة من ضمن محطات تدخلها ومجهود معتبر ويسعى هذا المشروع المنفذ من قبل منظمة اكسيون غير الحكومية الى تعزيز قدرات السكان في المجال القانوني ومواكبة المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة في المناطق الريفية باسم سكان بلدي تنبود راننا مرحبين بكم هون ومال النقطة ثانية عندنا نشكر فيها لو انجي اكسيون اللي ما ملت من تعطير وتكوين جماعاتنا اللي العمل الجبار ذكو العمل المهم اللي يا الله الناس كاملة توقفلوا راجين من الله بعلنهم يطرحوا للورش البال ويتعاملوا معها بطريقة نموط لهم ولي المشروع وتتدخل منظمة اكسيون في ولاية غورغول منذ 2016 حيث استعرض مناسقها الجاوية سيد اسمان تانجا حصيلة عمل المنظمة خلال مرحلتها الأولى واضافة ان مجال تدخل المشروع التسعى سنة 2019 ليشمل عدة بلديات في مقاطعة تنبود وذلك بهدف دعم سياسة الحكومة في مجال توطيد اللحمة الاجتماعية أولوج سكان في الأرياف الى العدالة واطلاعهم على حقوقهم التي تكفلها دولة القانون والمؤسسات اشتركوا في القناة